قال المنسق العام لهيئة الحواري والوساطة في الجزائر كريم يونس أن فترة ما بعد الانتخابات ستكون فترة انتقالية تتم فيها مراجعة الدستور وخلالها مؤتمر صحفي للهيئة أضف يونس أن الهيئة حرة ولا تنتمي للسلطة وليست ناطقا باسم أي حزب أو جمعية كما أنها ليست ممثلة للحراك ولكنها تتقاسم معه كل المطالب بدوره قال رئيس أركان الجيش الجزائري أحمد جايد صالح أن المؤسسة العسكرية متمسكة بالإطار الدستوري من أجل الحفاظ على كيان الدولة ومؤسساتها وأضاف رئيس أركان الجيش الجزائري أن الحوار الجاد كفيل بتقديم الحلول المناسبة وخلق الظروف لتنظيم انتخابات رئاسية قريبا لمزيد من التعليق حول ما يحدث في الجزائر والأزمة السياسية الموجودة هناك ولجنة الحوار وكل ما يتعلق بشأن الجزائري ينضم إلينا هاتفيا سعادة السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجي الأسبق ورحب بك سعادة السفير وكل عام وأنت بخير برأيك هذه اللجنة أو هيئة الحوار والوساطة في الجزائر هل تتوقع أن تعمل على لم شمل السياسيين الجزائريين أو الأحزاب السياسية في الجزائر والوصول إلى انتخابات رئاسية يبدو أن الجميع متفق عليها نرجو ذلك لأن الجزائر دولة ناضجة وفيها قوة سياسية لديها خبرات قوية ولننسى في عقد التسعينيات عندما حدثت الانقسام والتجربة السلبية لمحاولة قفز اليمين الإسلامي على الحكم ونظرية الانتخابات الحرة لمرة واحدة عندما قفز على الانتخابات توفاجد ثم رأوا أنهم لا يخرجون وأن ديمقراطية كانت دائم بهذه الحكم الظلم دائما نضرب المثل بالتجربة الجزائرية ونرى أنها كانت دائما تعطي لم المثل وأظن استفادنا في مصر من هذا عندما مستفى زي الأثمان على الحكم وكنا في غير الحضر لأن هذا معناه ديمقراطية المرة الوحيدة الجزائر بلد عريق يعني يحطى بكل محبة جيراني والدول العربية نعمل من خدوية كبيرة أيضا في الاستثارات العقبية ولدي كل الأسباب لأن توحد القوى الوطنية ثم لدينا في النهاية حق الاصطد الأكبر وهو الجيش الجزائري جيش الوطني وهو أرجو أن يكون هو الحاني للوطنية الجزائرية والدستور بحيث يصل الجميع إلى توافق وطني لا يوجد كاسب 100% وإنما يجب أن يتقسم الكل المشاركة في حكم بلدي هذا هو السبيل الوحيد وأظن أن الجزائر ليست بعيدة عن هذا إن شاء الله ويمكن أيضا سعد سفير التعويل على سياسيين الجزائرين الجزائر من الدول التي ربما يعني يكون فيها الكثير من الدبلوانسيين وسياسيين المخضرمين لا أريد أن أذكر أسماء بعينها لكن هناك الكثير من الأحزاب أو من الشخصيات السياسية التي يمكن أن تكون همزة الوصل بين الأحزاب السياسية بين الحراك في الشارع وبين هذه الأحزاب وبين السلطة الحالية في الجزائر طيب سعد سفير إذا ما كان الجميع متفقا على إجراء أو أهمية إجراء انتخابات رئاسية أولا في الجزائر إذن لماذا الاختلاف بين الأحزاب السياسية لماذا هناك بعض الأحزاب أو بعض الأطراف أو بعض الأطراف في الشارع الجزائري يخشى من الجلوس على طاولة واحدة أو ربما يبتعد عن الأحزاب السياسية في هذه اللجنة في هذه اللجنة التي شكلها الرئيس الجزائري للحوار وهي اسمها لجنة الحوار فمن الطبيعي أن يجلس المتخاصمون السياسيون ليتحوروا فيما بينهم كل يطرحوا رؤيته ويطرحوا شروطه في هذه الجلسة أو في هذا الحوار وليس قبل المشاركة ولا أن تكون هذه المشاركة مشاركة مسبقة الشروط أليس كذلك؟ هو كذلك بالفعل أن نحن بين ضفتين واحدة الموجة الغالبة وهو التعقل وأنا من المعجبين بالوطنية الجزائرية وكل من أعرفه من الدبلوماسيين الجزائرين هم مثال للتعقل السياسي وتاريخ الجزائر وراءها يا ليتنا ندرسه لأن هذا بلد دافع عن العروبة والإسلام في منطقة غرب البحر المتقصف والفئة الأخرى التي تلعب لعبة الصفر أو الزيرو سان جيم يريد أن يحصل على كل شيء والبعض الأخر لا يحصل على شيء هذا هو الجزء الذي دائما يختلف ويقول لها لكل عرض جديد لكن نرجو هنا أن المسألة لا تكون خصومة بين طرف وطرف وأنما خلاف وأن الخلاف في السياسة لا يجب أن نتقلب إلى خصومة لأن المفروض أن ندعي أن جميع الفئات هي تعمل لصالح الوطن وأنه لا أحد لديه ألندة مستقلة عن البقين وأنما كلنا نسعى لخير الوطن بعضنا يرى طريق لهذا الطريق والبعض الأخر يرى وسيلة أخرى لكن لديه أتمنى أن أعطيف إلى حد ما أن الجزائر من حيث الثقافة السياسية بلد متقدم ويستطيع رجاله أن يصل إن شاء الله إلى توازن وأن نصل بالجزائر إلى حكم يعني يرضي أغلب الشعب الجزائري ونصل إلى استقرار قريبا إن شاء الله وخانة في مصر والعالم العربي مفلحة كامة في أن تصبح الجزائر مرة أخرى دولة معطاقة في العمل العربي خصوصا لها قدرة في الاقتصاد العربي لا يستهم بها من بين الموضوعات التي تمر بها الحالة الجزائرية وربما حالة شبيهة بالمشاهد التي رأيناها في دول العربية أخرى أنه لا أحد من الأحزاب السياسية أو من التنظيمات السياسية تحدث باسم الحراك أو الحراك لا يرشح أحدا من الأحزاب السياسية أو من الثيارات السياسية أن يتحدث باسمه لماذا إلى أي مدى يمكن أن يمثل ذلك عائقا في الحوار بين الفرقاء السياسيين في الجزائر؟ هو عائق إنما يمكن تقطيه لأنه في الواقع أنه إعلامة استفهام عند كل ما يكون له علاقة بالماضي لأن حتى في السطرة الطويلة التي تولها الرئيس مدفليقة لم نسمع صواتا معارضة وطنية معكدة لحتى ثم فجأة انفجرت كل هذا وبالتالي رجل الشاعر في الجزائر لا يثق فيه حتى المعارضة التي كانت صابتة عندما كان ينبغي أن تتكلم ثم صارت تتكلم عندما ينبغي أن تتعاون وانتصل إلى هدف نعم سعد سفير جميل بايومي مساعد وزير الخارجية الأسبق شكرا جزيلا لك على هذه التفاصيل وعلى هذه المداخلة موسيقى 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة